منذ عقود تشتهر منطقة بني حماد بمديرية المواسط في ريف محافظة تعز بزراعة الكثير من المنتجات نظراً لامتلاكها أودية خصبة لعل أشهرها وادي الضبابة الذي يميز المديرية وهو بالطبع غير الوادي الشهير الواقع غرب مدينة تعز تشتهر بني حماد وخاصة في كثير من الزراعات وخاصة البن يعتبر بني حماد من أقواد أنواع البن الحمادي يعد البن أبرز ما تنتجه أودية بني حماد وقد عرف بجودته العالية ومصلت شهرته لعدد من الدول المجاورة القدح البن 20 كيلو البن الحمادي وكذلك النكهة قادت عندنا هنا في هذا الوادي ستخبرونه 90% وازن ونكهة وقودة وبرس الوادي 80% نكهة وقودة وستحت الوادي 100% حالياً لم يعد الوضع كما كان فقد بدأ البن الحمادي بالاختفاء تدريجياً بسبب زحف شجرة القات على حساب شجرة البن ما يهددها بالاختفاء البن لا نهتم بوش المدى القات نهتم بوش نقوية نعمل كذا نحصي منه خائدة المدى البن لا نستطيع منه كذا قليل حياناً لقى زلقنا ركعنا قبل البن بسبب قلة المصدر يعني قلة الداخل حق البن بعض الواديان يعني يستبدلوا البن بمحصول الغات وذلك لأن القات دخلوا أكثر وصرفته يعني أقل ينتج بأكثر من مرة في السنة الوضع الاقتصادي الصعب والعائدات المالية المرتفعة لشجرة القات هي السبب الرئيسي في إهمال شجرة البن والتوجه إلى زراعة القات بدلاً عنه رغم الأضرار الصحية الكبيرة للأخير في هذه الأودية قد تزحف شجرة القات على حساب شجرة البن لكن يبقى المذاق السائدة للقهوة وإن تعددت المسميات وانتشرت الأشجار فرشفة منها تكفي لتعديل المزاج بعد عناء نهار طويل فواز الحمادي قناة بلقيس تعز